الإذاعة والسلام شعار أطلقته منظمات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يحتفل به العالم في شهر فبراير من كل عام ويأتي شعار هذا العام للتخفيف من حدة النزاعات وتسليط الضوء على دور الإذاعة المهنية في الدعوة إلى الحوار والمصالحة الإذاعة فيها تكون مسلمة أكيد لأنه هي ما بتبس لمشاهد عنف ولا بتدعي إلى التحريد والإذاعة يمكن عندها خطاب حر شو ما كان خيارة سياسية عندها خطاب حر بس مش هي اللي بتصنع الحرب أو بتصنع العنف مشان هيك بيستغرب أنه كيف معقول يكون فيه الإذاعة والسلام الإذاعة هي سلام بالأساس أنا مني متفائلة كتير بالسلام بس بدعي أكيد بتمنى أنه يكون هيدا الشعار مطبق حرفيا ويكون فيه برامج توعية إن كان بالإذاعة ولا حتى بالوسائل الأعلام الأخرى إلى علاقة بمواضيع السلام كتير مهم إذا على خلفية الذي كان يحصل في السنوات الماضية من أنه الإعلام هو الذي كان يسعر الحروف وهو الذي يعني يسعر الفتن وهو الذي يثير النعارات نعم أنا مع أن تكون الإذاعة والتلفزيون وكل وسائل الإعلام هي للسلام الإذاعة اللبنانية الرسمية الأولى أسست في عام 1938 ومنذ ذلك الحين أدت الإذاعات في لبنان دورا هاما على صعيد نشر المعلومات أما الفترة الأخيرة فقد حملت الكثير من الصعوبات للعمل الإذاعي بسبب الأزمة المالية في البلاد مضبوط الإذاعة عندها مشكلة أساسية وعن بيكون في عندها مشكلة بالموارد من وي بدأت تجيب لأنه الإعلانات خفت كتير باللبنان وبالعالم حتى كتير صار فيه إعلانات قليلة لأنه راحت على وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام للأسف هو واقع ما بين حدين حد الاستمراري وأن يكون رسالي هادفي وموضوعي وحيادي وأن يقوم بما هو منط به والدور الملقى على عاتقه وحد الاستمراري لناحية التمويل في مشكلة مبينة هذا الإعلامي يحتاج إلى أموال لأن يسترزق لأن يعيش فما بين هؤلاء الحدين للأسف في بعض الأحيانة عم تضيع مش بس برامج ولا إذاعات عم تضيع إعلاميين ورسالة إعلامية بالرغم من التطور المتسارع لمواقع التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار إلا أن اللبنانيين لا زالوا يتابعون الإذاعة نظرا لعراقتها الإذاعة بالإعلام هي مصدقية هي المعلومة، هي التوعية، هي الإرشاد، هي التواصل المباشر وهي التواصل الدقيق بأسرع إمكانية ممكنة هل المقصود أنه بزمن الرقمي أنه تبطل فيه دور للإذاعة ويكون فيه احتلال لبديل عنها؟ ما بفتكر أنه اللي عندهم إمام بالإذاعة بعد رح يسمحوا يصير هيدا الشيء أيها الممهور بالعطاءات بالألق الدفاق بدجلة وفرات الرقراق صباح الخير للحضارة المترامية على مساحات الزمن صباح الخير يا أحلى الرفاق صباح الخير يا عراق الأذن تعشق قبل العين أحيانا وفي الإذاعة دائما ومن هذا المنطلق ناثر على المعنى الحقيقي عبر الأثير في وقت أصبح فيه الفضاء الرقمي مفتوحا للأخبار الزائفة لصباح الخير يا عراق مانار يونس بيروت